موسيقى طيب الله وقاتكم بكل خير عزيزي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة فاصل ونعودوا ليكم الناس فقراء في الدنيا لا يهم تعبد والله تعبد يا مجلسلام ألف دينا أربعة دين رجل لا يجد قوط يومه والبنوك ملأ بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأهمة هل من العدل والإنصاف؟ بطوة بعد العربة من تتعالي مني فيد أهلي والله يعني انتقبلنا آساني آساني من يوم الخمسمية يعني أنا هم راع هل الدورون الشادي يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر والله نزل فلاتر أنا متابعاً تراجعاً كيف ننظر فينا الناس فقراء في الدنيا لا يهم طفلة صغيرة ما عدتهم يباصي قطعون تذكراً من البكنول من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي مني فوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل يقلب شماله لا عمل رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها ما يمعد نكشي ما عدنا أجلت لي بيت من طلعت من هذا المجمع ما قدرت لي لاجل خارج 300 سنة ما قدرت ما يهم أهلاً بكم من جديد رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تجاوزت عتبة السبعين دولاراً للبرميل الواحد إلا أن الحكومة في العراق ما زالت تستمر بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في العراق فلماذا لا يعود سعر صرف الدينار العراقي إلى وضعه السابق؟ طبعاً كان البنك المركزي في العراق قد أعلن في شهر ديسمبر من العام الماضي خفض قيمة العملة المحلية من 1190 إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار الواحد بنسبة بلغت 23% ذكر البيان في ذلك الوقت بأن هذا القرار جرى اتخاذه بعد مداولة حول الوضع الاقتصادي والأزمة المالية بالبلاد جراء انخفاض أسعار النفط في ديسمبر كانون الأول من 2020 ثبتت السلطات الحكومية سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 ديناراً بدلاً من 1190 ديناراً مقابل الدولار الواحد مبررةً ذلك بالعجز في مشروع قانون الموازنة لعام 2021 كما أكد البيان ضرورة توجه الحكومة لدعم الفئة الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر بأي إجراء لتغيير سعر الصرف فهل قامت الحكومة بدعم الطبقة الفقيرة في العراق؟ وأوضح البنك المركزي بأن الأزمة المالية بالبلاد جراء تفشي فيروس كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة المالية العامة ذكر البيان البنك المركزي في ذلك الوقت بأن استمار السعر الصرف الحالي يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية وتعزيز التنافسية داخل الإنتاج المحلي وفي حينها قال وزير المالية علي علاوي في بيان له بأن موازنة 2021 عدتها الوزارة اعتمد السعر صرف لألف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار لأن السعر الصرف المعتمد كما قال مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي طبعاً العراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط يومي أربعة ملايين وستمائة ألف برميل في الظروف الطبيعية ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من تسعين بالمئة من الإيرادات العامة طبعاً شهلة الأسواق العراقية بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار موجد غلاء مستمرة في أسعار المواد الغذائية حيث ارتفعت أسعار بعض البضاع ثلاثة أضعاف تقريباً يعني الحكومة بتصريحاتها تقول بأنها حاولت أو هي حاولت بالفعل إلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على التجار الذين وصفتهم بأصحاب النفوس الضعيفة في ذلك الوقت صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال كلمة له في مجلس الوزراء وقال بأن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تصنع محلياً محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة كما أسماهم وبعض الجشعين من التجار لإرباك الوضع الاجتماعي إلا أن عضو غرفة تجارة بغداد علي الغالبي في تصريح سابق كذلك رداً على تصريح الحكومة تحدث لصحيفة العرب الجليد وقال بأن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء التي تشهدها أسعار السلع وخصوصاً المواد الغذائية أوضح بأن رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي على الأسعار وتابع بأن النسبة الكبرى من المواد الغذائية تستورد من الخارج بالدولار ومن المنطقي أن تشهد صعوداً بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار وبين بأن أسعار المواد الرئيسية كزيت الطعام والرز والسكر والطحين سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أرهق المواطنين العراقين في شهر أبريل رجح تقرير صادر عن الأمم المتحدة ارتفاع نسبة الفقر في العراق بعد قرار الحكومة خفض قيمة الدنار وما رفقه من ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية يقول التقرير الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي بأن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيارة أعداد الفقراء في البلاد وسوف يضيف خمسة ملايين ونصف مليون عراقي إلى قائمة الفقراء في العراق أضاف التقرير بأن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو ستة ملايين وتسعمائة ألف عراقي موجودون في الأصل قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا طبعاً التقرير الذي حمل عنوان أثر فيروس كورونا المستجد على الأمن الغذائي في العراق أشار إلى أن الحكومة تواجه مهام صعبة في محاولة احتواء الفيروس وحماية صحة الناس ويعادة تشغيل الاقتصاد العراقي المتدائم التقرير قال بأن الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة بمن فيهم النازحين داخلياً واللاجئين والعائدين من المخيمات هم من الأناس الأكثر تضرراً من جراء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020 حيث بلغ أو بات أربعين في المئة من السكان البالغ عددهم أربعين مليوناً يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي طبعاً ما يزال ملايين العراقيين يرزقون تحت خط الفقر رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها العراق والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم يأتي العراق في الترتيب العالمي التاسع عالمياً في الثروات الطبيعية حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياط العالمي للنفط وتسعة بالمئة من الفوسفات فضلاً عن الموارد الثمينة الأخرى قبل نحو ثلاثة أشهر وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي قال بأن محافظات العراق الجنوبية ما تزال تتصدر معدلات الفقر وفي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52% هذا تقرير العام الماضي وتليها محافظة الديوانية بتسعة وأربعين بالمئة وذيقار بثمانية وأربعين بالمئة ثم تأتي بقية المحافظات تباعاً بنسبة مختلفة ويضيف الهنداوي بأن نسبة الفقر وصلت إلى أربعين بالمئة كمعدل عام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبلغت الفقر بحسب وزارة التخطيط في العاصمة بغداد 13% وفي إقليم كردستان العراق 12.5% أما في محافظات الوسط فتصل نسبة الفقر إلى 18% ويؤشر الهنداوي إلى أسباب أمنية واقتصادية كما قال وسياسية وحتى اجتماعي أدت إلى نسبة الفقر فضل عن الخفاض أسعار النفط والصراع السياسي والفساد المستشري إذن لماذا لا يتم إعادة سعر صرف الدينار العراقي إلى وضعه السابق مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتجاوز سعر البرميل لـ 70 دولار معنا اتصال أبو الحسن من بغداد تفضل أبو الحسن السلام عليكم دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً بك دونك دكتور أحييك وحيي خلافهم التي تنقل الحقائق ما يجري في العراق الله يسلمك ويخلليك ويغفظ دكتور عمر نحن لا تتعش عن وضع الدولار وصعودة نعم يعني أنت أبو الحسن تدري من ضمن الأسباب التي تحججت بها الحكومة عندما أرالت التصويت على الموازنة موازنة 2021 التي تأخرت طبعاً كثيراً بأنه انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا اليوم أسعار النفط رجعت تقريباً وتجاوزت 70 دولار للبرميل الواحد وما زال سعر صرف الدولار في العراق مرتفع أمام الدينار العراقي وكذلك عدم تدخل الجهات المعنية في ضبط أسعار السلع وتدري المواطن العراق اليوم في كل المحافظات العراقية يشكو من موضوع ارتفاع أسعار السلع في ظل غياب البطاقة التموينية دكتور عمر نحن نعرف أن حكومات الاحتلال من بداية الاحتلال حد الآن وآخرها حكومة الكاظبي أيضاً هم عشعشين على الحكومة وعلى واردات النفط هم أيضاً يبوقون واردات النفط والشعب العراقي ميت جوع من خلال هذه الحكومات التي حكمت العراق من 2003 حد الآن صعود الدولار السياسين والكتل السياسية هي إرادة أن يصعد الدولار لأنه مقرار دولي وإنما محلي وبالتالي أيضاً حتى الشعب العراقي يتجه إلى الأحزاب أو إلى الكتل السياسية يعمل معاها وبالتالي يصير قاعدة شعبية إلها والناس الوطنيين وكل الشعب العراقي يرى أنه في هذه الحكومة والأحزاب هذه أحزاب عميلة لجهات خالدية وإلى إيران وجهات دولية فهذا الصعود الدولار الدكتور عمر هم السياسيين لأنه عندهم شركات طي رفع عندهم شركات في دبي وداخل العراق فالاستفادة من المال العراقي ومن الدولار لأنه حتى يكسب واردات أكثر وبالتالي هذا مردود على المواطن العراقي ومجيعة أيضاً مجيعة الشعب العراقي من خلال هذه الأحزاب في صعود المواد الغذائية فهم مستفادين سواء صعدوا الدولار أو النفط إذا صعد حتى واردات النفط الآن صعود النفط في الوقت الحاضر هي ما راح تجي بإيراد إلى الشعب وإنما تجي إيرادات إلى الأحزاب الحاكمة وبالتالي حتى ذاك الوقت الأحزاب الحاكمة تبوق واردات الشعب العراقي والشعب العراقي باقي في فقر ومجاعة في كل المحافظات الجنوبية والوسط وفي كل العراق نعم زياني أبو الحسن هناك مشاريع ما نفذوها يعني كان من 2003 هناك مشاريع مثلا نجي على خدمات الكهرباء طرفوا مليارات الدولارات دكتور عمر ولحد الآن الكهرباء الآن في بغداد ساعة تجي ويمكن 23 ساعة أو 20 ساعة ما موجودة كهرباء نعم فهم جايين ما يجاي يخدمون للعراق ولا جايين يخدمون الشعب العراق وإنما سرقة شعب العراقي وتأدمير العراق حتى لا ينهض مرة أخرى وبسبب السياسات الأحزاب الحاكمة وبسبب التدخل جار إيران نعم زيان تحدث قبل أشهر قليلة مصطفى الكاظمي ووصف ارتفاع الأسعار بأنه بسبب جشع التجار زيان وان هالحكومة وان السلطات المعنية من ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق العراقية ليش ما عنده جهات رسمية اقتصادية أنه تضبط أسعار السوق يعني هو من جشع السلع المستوردة أو السلع الغذائية اللي يشك منها من التجار في زمن صدام حسين الله يرحمه كان التجار عندما يصعدون الأسعار شوف رأسا يحالون محاكم كل تاجر عندما يشوف يتآمر على اقتصاد العراق أو المواطن العراقي يشوف يحال محكمه يناد جزاعة هذول هم جزء من أملية التآمر مع التجار على الشعب العراقي حكومة أيضا الهيد هم تجار الآن يعني المالكة وغيرها من السياسين هم دا يستوردون يعني أكوتم من يسموا الدعوة الدعوة هم السياسين دا يستوردون وبالتالي يصعدون من قيمة حتى ذاك الوقت الشعب العراقي ما يقدر يشتريه هم جايين يموتون جوع الشعب العراقي وبالتالي يريدون يقضون على كل الناس الشرفاء في العراق هم أيديهم بالنسبة للتجار هم دحم التجار هم دا يدعموهم التاجر اللي يريدون يحاسبوه كان يجيبوه حيلو محكمة تاجرين اثنين اثنين ثلاثة يعلقوه ما شعن صار هذه الأسعار بس هم جايين يدمرون العراق مع إيران مع حكومة الملاذي فهل هذا الأسعار نعم أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا معنا أبو طيبة من البصر أبو طيبة لماذا يبقى سعر صرف الدولار مرتفعا أمام قيمة الدينار العراقي رغم ارتفاع سعر النفط عالميا أبو طيبة تسمعني أبو طيبة من البصرة انقطع اتصال مع أبو طيبة من البصرة معنا محمد محمد من جرف الصخر يعني أكيد التحالية مو بجرف الصخر لو بجرف الصخر نعم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أكيد مو بجرف الصخر أكيد لن جرف الصخر منطقة ظاهرة مو عراقية مو عراقية مو إنها جرف الصخر بالشمال بالسيمان يساكين حاليا نعم والله يا أستاذ العزيز هذه الأزمات الاقتصادية ما تأثر خير على الفقير نعم ما يوقع بها غير الفقير وإحنا هذه صار سنوات نازح ما استفاد من هذه الحكومة كل شي ما أريد من عزم كل شي رجعونا لديارنا كل شي ما أريد من نعم يقولون أزمة كهرباء أزمة ماء إحنا ساكنين تندلون مناطقنا على نهر الفرات لا نحتاج منعيدهم ماء وحتى كهرباء ثم ماري خلي اتبعونا بس خلي رجعون وشكرا أخي وأرجو أن توصلون صوتنا وستوى حلقة كاملة عن مدار إن شاء الله يا رب ترجعون بالسلامة محمد أحد نازحي جرف الصخر في العراق طبعا اليوم كذلك يعني معحد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط تحدث بأن العراق يعاني من الفساد والمحسوبية في الدوائر الحكومية وتوزيع المناصب على أسس عرقية وطائفية وأضاف المعحد بين المسؤولين الأمريكيين يرون بأن هناك مشاكل مستعصية في العراق من الفساد العميق إلى استيلاء الميليشيات على مفاصل السلطة وبأن هذه العراقية قد تدفع صانعي السياسة في الولايات المتحدة إلى الامتناع عن إيجاد الحلول وأشار المعحد إلى أن دعم المساءلة يجب أن يكون أولوية في سياسة إدارة بايدن في العراق خاصة مع تصنيف منظمة الشفافية العراق على أنه واحد من أكثر دول العالم فسادا إذن رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تجاوزت عتبة السبعين دولارا للبرميل الواحد تبقى السلطات في العراق وتبقي السلطات في العراق على سعر صرف الدنار العراقي منخفضا أمام سعر صرف الدولار ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية للمواطن العراقي وكذلك أدى هذا بحسب تقرير للأمم المتحدة بعنوان أثر فيروس كورونا على الاقتصاد في العراق أثر هذا وكان سبب رئيس وهو خفض قيمة الدنار العراقي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق معنا شاكر من بغداد الفضل شاكر السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله سهلا بيك شكرا بارك يا هل أبيك حياك الله ليش لحد الآن سعر صرف الدينار العراقي منخفض أمام دولار ويعني هم يقولون سعر 1450 بس بالصيرفات يعني أكثر من 1500 والله يا سيد عمر شوفينا أما سيقولك 44 أو 46 نعم اليوم الدولار بالتاجي نعم محاوص محاوص المحاوص والتاجي اليوم الدولار الواقع 150 دينار نعم محاوص المحاوص المحاوص نعم من هنا بعدها غير أنا وإنس من الفقر لا حول ولا قوة إلا الله عز وجل وتكاتف الشعب العراقي محاوص الشعب العراقي تكاتف من جمال إلى الجنوب تكاتف على الزهاب المفترسين الذمر والمواطن الذمر الشعب العراقي من جمال إلى الجنوب نحن نظات سوات الشيء يطالب ندور وظائف ندور كندا أستاذ عمر من اليوم بحال الصاحب الشهادة منه الصاحب منه اليوم من الحكومة الذول اللي عين على المواطنين نحن اليوم نعاني من كهرباء نعاني من مي نعاني من فقر نعاني من دمار نعاني من صحة نعاني من تجارة أستاذ عمر التجارة دمروها ذول هم كانوا الحشاق بالدول الخارج اجوا للعراق لقوا لقوا مال لقوا زهر لقوا مال أحمر يعني من الممكن أن يطلعون ذول بالهيين فأستاذ عمر نحن ما نقر الله عز وجل قبل شوية كان أبو حسن أو الحسنين يقول لك لازم يحاسبون التجار ويعلقون فأستاذ عمر وهم هم مجلمين وهم ذئاب هم حشاق كلاب حشاق لقوا بجل تجاوز نعم أرجوك نعم هم أستاذ عمر يعني هم اليوم في حالة الموصل تدمرت منه حاسبوا من المقابر الجماعية أشكال البشر بيها منه حاسب الميليشيات تقتل منه حاسبها الشعر هراء قلت يدمر يحاسبون من أستاذ عمر هم كلهم بس الشيء هم كلهم وهذه الكعكة تجاي تقاسمون بياناتهم وجاي يتوحنا إنما الله أجل وتل وأنا أشكرك وأشكر شكرا شاكر من بغداد كان معنا معنا أبو شيما أبو شيما من بغداد فضل أبو شيما أبو شيما تسمعني أبو شيما يبدو أنا فقد نتصال مع أبو شيما من بغداد مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بسم الله الرحمن الرحيم تلبية إلى دعوة أم الشهيد القاد إيها بالوزن ثوار بابل سيكون لهم موقفا مشرفا يوم غد التجمع تحت ملسر الثورة بساعة العزة والكرامة الساعة الخامسة عصرا وسيكون وقفة أماب القضاء الفاسد القضاء الذي وعلا أم الشهيد بالحضور والقصاص من القتلة ولم يدعوها غدا ثوار بابل بإذن الله موقفهم مشرف نموت 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 أهلا بكم من جديد يعاود الاتصال بين أبو شيماء من بغداد فضل أبو شيماء الله يسألك حبيبي أهلا وسهلا بك يا أهلا بك ليش لحد الآن سعر دينار العراقي منخفض أمام سعر دولار واستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أمام المواطن العراقي أستاذ الحزيز أدري يعني وين لحد ما يطرحون مظاهرات الشحر ما يطرحون دولة دماعة التشريين يطرحون يقولون يا بتحالوا هذا الدولة الصحة شو ما سمع لا صوت لا كل شي ماكو مطلع مطلعوا ذبحوهم أستاذ أستاذ حمر ويني هو هاي هذا مطل جماهيري يعني أنتو هو مجابو هم شاظم هم ذول دماعة التشريين جابوه شاظمي هذا الكاظمي صحة أستاذ الحديث أرجوك 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 هذا تغييب الحقائق والواقع وهم مو تاريخ صار لكم شهر الموضوع الكاظمي رشحت الكتلة السياسية وجابوه خلوه هو كان رئيس المخابرات وخلوه رئيس وزراء شو لهم علاقة الثوارة بتشرين شو لهم علاقة راحوا هم راحوا هم صوتوا بصناديق الاقتراع وفاز الكاظمي ليش ليش نحرف الحقائق زيان انت 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 كمواطن عراقي انت كمواطن عراقي اليوم من يمسك الظين ومس أربعين مليون أذبها براس التوار تشرين اللي انقتل منهم ثمم شهيد وأكثر من ثلاثين ألف جريح يعني معقولة أستاذ هم أدري هم أدري من صنع أول طالبوا بتغيير النظام السياسي كل مو الموضوع شخصيات وقمعوهم بالقوة بالقوة دعا أقول لك ثمم مئة بأرقام الحكومة خافت بأرقام الحكومة ثمم مئة شهيد وأكثر من ثلاثين ألف جريح وعمليات الاختيالات مجتمرة بحق الناشطين ومتظاهرين سيد الحديث سيد الحديث سيد الحديث سيد الحديث من أول به المال لها ما سوى شين هو تغلال إن شاء الله وهموا بأبiza لا لا ليس الموضوع لم يكن الموضوع شخصي لا لا لم يكن الموضوع شخصي لا 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 لم يكن الموضوع شخصي يعني الفساد اللي موجود في العراق من 2003 مهم أنه جاء بس عادل عدد المهدي خرجوا مثل ما خرجوا في 2011 وطالبوا بتغيير المنظومة والنظام السياسي اللي استفحل فيه الفساد والمحاصصة هذا اللي طالبوا به أبو الشيماء من بغداد كان معنا طبعاً يعني هذه الاتهامات اللي يتم اتهام بيها ثوار تشرين بأنهم والله هم اللي جابوا الكاظم شينو هاي القوة اللي على الثوار تشرين كانوا قدروا يحاسبون القتل وما زالوا هناك عمليات اختيالات مستمرة يعني اليوم اليوم أكو هجوم في اليوم مصادر أمنية تحدثت في محافظة الذقار بأن ميليشيات مسلحة استهدفت منزل الناشط فلاح الزيادي بقنبلة صوتية في قضاء سوق الشيوخ ذول اللي جابوا مصطفى الكاظمي مصطفى الكاظمي هو رجال رئيس جهاز المخابرات ورشحته الكتل السياسية بمكان عادل عبد المهدي أرغم عادل عبد المهدي على تقديم استقالته بسبب مرتكبة من مجازر وحشية بحق المتظاهرين وبحق الناشطين ثمانمائة شهيد أكثر من ثلاثين ألف جريح أكثر من خمسة آلاف معاق من الجرحة يعاقات يعني مستدامة عندهم أو يعاقات مستمرة يعني موجرح بسيط وإصابة بسيطة فالموضوع ليس بشخص عادل عبد المهدي لا الموضوع بالمنظومة ككل والدليل على ذلك مصطفى الكاظمي ما قدر يحاسب ولا واحد من قتلة المتظاهرين ولا جابوا هذا الطرف الثالث اللي جابوا هاي التسمية الطرف الثالث عبالك نزلوا من الفضاء وكتلوا المتظاهرين وراحوا فهذا غير يعني هذا يخالف الواقع والمنطق أنه ثوار تشترين هم اللي جابوا مصطفى الكاظمي وهذه الأمور وهذه التراكمات اللي صارت في العراق هي ليست وليدة شهر وسنة وسنتين هي منظومة متكاملة من الفساد أدت إلى تدهور الاقتصاد في البلد هذا أحد يعني نتاجات وانعكاسات هذه المنظومة في العراق وهذا النظام السياسي معنا اتصال ما سمعت الاسم عبد الرزاق من باب الأخي عبد الرزاق لماذا يستمر يعني أو لماذا قيمة الدينار العراقي ما زالت منخفضة أمام قيمة الدولار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسلم شوارك بكتور يا أهلا بيك حياك الله الله يسلمك يحفظك دكتور بالنسبة لل صعود الدولار كل اللي ينتعرون بأنه اللي متحكم بالسوق هم الأحزاب نعم هم اللي يصعدون الدولار وينزدوه وإلا هو النفط هو صاعد المفروض الدولار يرجع الوضع الطبيعي لكنه غايات بنفوس الأحزاب هالي اللي دولت على الحكم واللي وصلت للمجتمع على الحالة هذي أما كلام اللي أخي بو الشيماء الثوار التشرينين هم اللي سعدوا الدولار فأني أتمنى على أخي بو الشيماء أن لا يندفع ذاك الاندفاع الولاي لأنه دائما التعصب الأعمى ما يظهر الحقيقة فيا أخي إحنا الثوار التشرينين واللي يطالبون بوطن يعني يردون يتحررون من التبعية فأرجوك يا أخي أرجع أخوي إليك أنا أهمت لك يا أبو الشيماء ترى أنا أهم في يوم الأيام تشيرت بالدفع ولكنه رب العالمين أخر الحق فأني الإنسان يبقى يعني أعمل البصل والبصل فيا أخي هذا أنا ندال للأخ أبو الشيماء دكتور عمر من خلال القناة فالأخ أبو الشيماء وأنساء الأبو الشيماء أن يراجعون أنفسهم ويشوفون التبعية ترى تؤدي إلى مهالك كافي تبعية وكافي بأنه العقيدة فوق الوطن لا الوطن هو فوق العقيدة وفوق المذهب إحنا العراق هو عقيدتنا وهو بيتنا فيا أخي الثوار التشرين طالبهم بطن فشنو اللي سووا ثوار التشرين اللي ساعدهم للدولار ثوار التشرين طالبوا بحقوقهم طالبوا بتحرر بلادهم يعني على أساس يعني كانت قمره وربيع قبل ثورة التشرين الكهرباء ما شاء الله يعني مستمر والدينار العراقي أعلى من الدولار والوظائف تعال بس اتخرج وأخذ والخدمات مية عالمية ماكو مشاكل بس ليعنى صار الثوار التشرين يعني هذا هذا يخالف الواقع والمنطق نعم حتما حتما يا دكتور فأنا يعني نصيحة لكل واحد يعني يفضل العقيدة على الوطن يراجع نفسه يعني وكذلك يعني للتذكير عبد الرسول الدين لا يعني لا يتعارض مع الولاء للوطن أبدا بالعكس بل الدين يحذك على الولاء للوطن يعني حب الوطن من الإيمان لا يتعارض جزاك الله ألف خير لك ركب حادثة يا دكتور عمر نعم الرسول صلى الله عليه وعليه عليه وسلم من هاجر من مكة للمدينة نعم قال والله قال والله خاطب مكة قال والله لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله هذا رسول الله يا دكتور عمر وتمسك بأرضها وبطنها وهي نفس نفس الحدود ونفس المسافة يعني ما تفرق بين المدينة وبين مكة هي كلها نفس الحدود لكنه البيئة اللي عاش بيها زياد يعني اشتياقها فأني أتمنى من أخوان من أحبتنا أن لا يعني يخلون التبعية والمذهبية والعقيدة فوق الوطن الوطن ترى يا أخوان يعني أغلى معنوم لك حقيقة بالحياة أغلى معنوم لكه وطنها فإذا اللي يبيع وطنها على مسائل ما أعزال الله بها من السلطان هذا صراحة خسرات دنيا وآخرة فأتمنى من كل وأنا أتمنى من قناة الرافدين وألف شكر لقناة الرافدين اللي ترقل معانات الناس وأيضا ترقل حب الناس لوطنهم فاللي أتمنى من قناة الرافدين أن تستضيف يعني الناس يفهمون الأصحاب الفكر الملحرف أصحاب الفكر الطائفي يعني يشجعوهم أو يثقفوهم أو ينورون بصرتهم بأنهم يا أخوان أنت ترقل ما معشي على الطريق الغلط وأتممنا أسأل الله العلي القدير أن يحصد العراق والعراقين وتحيات إليك بكتور حياك الله أخي عبد الرزاق من باب الكان معنا نعود إلى التقرير الذي عدته الأمم المتحدة للتذكير بالأرقام في هذا التقرير طبعا هو التقرير صدر في شهر أبريل كما أشرنا في بداية الحلقة رجح هذا التقرير ارتفاع نسبة الفقر في العراق بعد قرار الحكومة خفض قيمة الدينار وما رفقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية التقرير قال والذي اشتركت فيه طبعا في إعداده منظمة الأغذية والزراع الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي بأن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القريب على المدى القريب والقصير كما جاء بالتحديد هذه الكلمة على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد إلى خمسة ملايين ونصف المليون عراقي طبعا وكذلك قبل أيام منظمة الفاو أكدت هذا الرقم بأنه يعني ضيف إلى طبقة الفقراء في العراق خمسة ملايين ونصف المليون عراقي معنا اتصال أبو يوسف من بغداد فضل أبو يوسف تفضل أخي مساء النور أهلا وسهلا بك تفضل أهلا وسهلا أستاذ عمر عندي بس تدخل واحد نحن دا نتحدث عن ارتفاع سعر بقاء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي آهلا نعم عندي صراحة أستاذ يعني بغير موضوع يعني إذا ممكن تفضل هذول أستاذ عمر من جوي يعدى بباطات بالقوة مم نعم مو هشكل أستاذ عمر تفضل أنا أسمعك تفضل فهذول جوي أستاذ عمر هذول مو جوي بالقوة فلازم يطلعون بالقوة صار معلوم أستاذ عمر تفضل نعم كمل نعم فأني هالموضوع عندي يعني ما أطاول عليك أستاذ عمر يعني تقصد أنت الطبقة السياسية التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي نعم نعم مع احتلال الأمريكي من الجوي هذول جوي بالقوة فلاسل يطلعون بالقوة أستاذ عمر نعم أنا هاي رأي يعني أنا رأي هاي نعم فشكرا جزيلا أنا أشكرك أبو يوسف من بغداد كان معنا إذن أضيف خمسة ملايين ونصف المليون عراقي إلى قائمة الفقراء ليتجاوز العدد الأكثر من عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقر يعني هذا أنت لما تجي تشوف في التقارير الدولية تحت خط الفقر اللي ما يحصل على يعني دولار باليوم هناك كذلك ممكن نسميه الفقراء هناك من هو تحت خط الفقر وهناك من هو فقير وهناك من هو ربما يعني أكثر بشيء من بقليل يعني أو أفضل حالا من الفقراء ولكن يعني في سلم الفقراء وتحدث كذلك البنك الدولي بأن نسبة الفقر في العراق يعني وصلت إلى تقريبا 40% في ظل جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي سببه خفض قيمة الدينار العراقي طبعا التقريب تحدث بأن الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة بمن فيهم النازحين داخليين واللاجئين والعائدين من المخيمات هم الأناس الأكثر تضررا من جراء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها طبعا تضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020 حيث بات 40% من السكان البالغ على دهم 40 مليون يعتبرون فقراء وفق أرقام البنك الدولي يعني ربما يعني يقول لك واحد والله هو العراق يعني يعتمد على النفط أكثر من 90% ويعني يطلع لك واحد من جماعة البنك المركزية ومن زارة المالية ويقول لك بما أنه العراق يعتمد على النفط فهو يصعد النفط يصعد أو تصعد الأموال العراق ينزل النفط تنزل 18 سنة الزراعة حوربت المشاريع والقطاع الخاص شبه معدوم في العراق حتى المشاريع الخاصة الصغيرة هناك تسلط من قبل الأحزاب النافذة ومن قبل الميليشيات وحتى إذا صاحب الشركة أو صاحب العمل الخاص مستقل عن هذه الأحزاب وعن هذه الميليشيات يدفع أتاوات شهرية خاصة في العاصمة بغداد يدفع أتاوات شهرية حتى يقدر يستمر في عمل الذي يعتبر هو عمل بسيط وعمل شخصي وليس عمل مثلا يسجل أرقام كبيرة أو مدخول لدخل القومي العراقي معنا اتصال أبو راشد من عمان فضل أبو راشد أهلا وسهلا بك بالنسبة سعرة كثيرة في الجنار العراقي وهو سبب الاحتلال الأمريكي طال عمرك والحصاب الاقتصادي على العراق من سنة 1991 إلى حتى الآن وكان في استثمارات خارجية في العراق طال عمرك وكان لها أموال محجوزة في الأمم المتحدة ورصدة وكان طال عمرك لما احتلت أولئك المتحدة في العراق كانت لها ميزانية مرصودة في العراق أين ذهبت في الأموال هذه رفع الحصار رفع الحصار بقرار الأمم المتحدة بعد العام 2003 ودعم ودعمت الحكومات المتعاقبة بإسقاط أغلب الديون اللي كانت مترتبة على العراق دعم العراق ماليا من قبل يعني المنظومة الدولية ولكن وين هاي الأموال أين ذهبت هذه الأموال طبعا الأموال أخذها الفلسطين طال عمرك إن الآن العراق يصدر مليون برمين نصف والبرمين الناصف الآن 72 دولار لماذا لا يتحسن الدولار العراق ما هي الأسباب هنا لازم يراجعك لأمم المتحدة أو المرياض ومتحدة الأمريكية وشكرا أنا أشكرك أبو رشد من عما كان معنا حسين من صلاح الدين تفضل حسين أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وياك حسين مش هل من صلاح الدين أهلا وسهلا بك تفضل أخي الله يسهل الله يخليك أستاذ عندنا هذا حشر عني باعي هذا الدخان النفايح والله العظيم ألا دمرتنا دمار هاي عني باعي إيه والله عني باعي زين شون تجمع هذه النفايات وين دور البلدية النفايات يا أخوي العجيز جاي يجيبونها من بغداد والله العلي العظيم يعني يا كورونا عجب من كورونا بالله العظيم زين من يحرقها بعدين هاي النفايات جابوها شالوها حطوها من اللي يحرقها والله أستاذ ما عد هم أهل البلدية جاي يحرقونها وجاي تيجيين أنا أكثر من ما أدري والله أستاذ عمر ما أدري زين ما ما راجعتم مسؤول ما قدمتوا شكوى ومتامع يحرقونها وتيجيين الدخانة والله العظيم ألم دمرتنا حلارش خسرت نعم ما راح تقدمتوا شكوى البلدية على مسؤول ناشدتوها ناشدناهم عمل دخان حرق راح في بيوتنا دمر الأطفال ما يهيد ما يردون عليكم أشتكينا أشتكينا أستاذ والله أشتكينا كثير بس ما حد يلبينا طلط بالله العظيم والله يعينكم والله يعينكم والله الدخان في برنا والله العظيم يطب بيوتنا وهي الأطفال بقيح أو تخلنا ما على أسف طبعا مداخل العاصمة بغداد أبو علي إذا تجي من الكاظمية إذا جاي من الغزالية إذا جاي من طريق ديالة هم مكاب نفايات ووقت المغربية يحرقوهم هاي مداخل العاصمة بغداد والله العظيم أستاذ سيخبر غرعا لو تجي ببيوتنا احنا اللي على أطراف صاحبهم نعم يعني والله العظيم ما تنسكي العبد الله يعينكم والله الله يسلمك الله يسلمك أنا أشكرك حسين من صلاح الدين كان معنا طبعا بالفعل هذا موضوع النفايات إذا أنت جاي تدخل للعاصمة بغداد من طريق تاجي أو كاظمية على جاي من الغزالية جاي من ديالة نفايات متكدسة في مداخل العاصمة بغداد ووقت المغربية تشتعل النار في هذه النفايات ويقب الدخان يعني ما معقول أنه يعني والله مرات واحد يساءل يعني حتى لو عصابة عصابة جاي بيهم منها اللي يشوفهم بالأفلام الأمريكية في أمريكية في أمريكا اللاتينية همول هاي الدرجة يعني هذا مدخل عاصمة بهذا الشكل وسمعنا إلى حسين جدا يقول يقول احنا بالنباعي الدخان ذاب احنا مال النفايات وين البلدية وين أمانة بغداد عن تخصيص مقابر لتكديس هذه النفايات العالم وين وصل هذه النفايات قام يدوروها ويسوها وقود ويستفادون من عدها وأحند الضر البيئة والضر صحة المواطن وشكل العاصمة بغداد وشكل المدن في العرب وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيز المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر